من ناحية تانية العشرات بقى من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية النهاردة تجمهروا وعمل وقفة احتجاجية قدام مدرية أمن الشرقية للاعتراض على قبض على سبعة من زميلهم بينتموا لإتلاف أمناء الشرقية وكان فيه كلام وممكن أنا قلت لحضراتكم في المقدمة أن التطور اللي حصل النهاردة أنه بالفعل تم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة وتم حبسهم 15 يوم على زمة التحيئات مصادر أمنية في الوزارة بتقول أنه هيتم مواجهة الخروج عن القانون من قبل أي شخص أي فرد من الشرطة بالقانون وأن أي تظاهرات أو أفاتح تجاجية بدون تصريح تعد خرقا لقانون التظاهر وأن التعامل مع المعتصمين من أمناء الشرطة بالشرقية بيتم وفقا للقانون من ناحية رئيس الوزراء بكرة يلتقي بوزير الداخلية ومساعدي لبحث الملف الأمني ومعرفة طبعا آخر مستجدات المسألة دي